صفحة 4 جماعة أنا عايزك ليه بقولك مهمة شوف إحنا عملنا مين؟ مصر عملت إيه لولادها في سينة؟ مصر عملت إيه لولادها في سينة عشان لما نيجي نتكلم على المصريين في سينة ونتكلم على إزاي أنا بستفيد مثلا من إنتاج الجديد في الغازة الطبيعية فلاقي إن أنا عندي زيادة بنسبة 217.8 من 10 قول 218 في المية نسبة زيادات أطوال خطوط الغازة الطبيعية يعني إيه بقول النسبة؟ بالمناسبة هو الرقم قدامكم كانت كام وبقيت كام أنا بقول النسبة عشان تحس بالفرق سهل قوي إن أنا أقولك مثلا كنا 3000 كيلو ودلوقت إحنا 3226 لأ بص النسبة بقت عاملة إزاي؟ 218 في المية تقريبا زيادة يا جماعة ده دفترة والله العظيم لكن حاصل دفترة طيب 250 في المية زيادة في عدد محطات تموين السيارات بالغازة الطبيعية 331 في المية و 318 نسبة زيادة المنشآت التجارية اللي تم توصيل الغاز الطبيعي لها أنت عارف ده معنى إيه؟ ده معنى أن الناس ما كانش وصل لها حاجة يا جماعة يا جماعة ده كانوا كلهم 1056 منشآت وصلنا الغاز لـ 4550 منشآت تجارية انت بتخيل؟ طيب نسبة زيادة الوحدات السكنية اللي وصلنا لها غاز طبيعي 68% لأن مشروعات إنتاج الغاز الغاز لقال والغاز اللي بالمازم في وقته أكيد هنتكلم عنه أبرز مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي هي مشروع تنمية حقل زهر بالـ 2 و 4 من 10 مليار قدم غاز أو قدم مقاعب غاز يومية متوسط إنتاج المشروع وعندي مشروع تنمية حقول شمال سيناء بـ 100 مليون قدم مكاعب غاز يومي أنا بتكلم على مراكز تحويل الغاز اللي زادت بالنسبة 80% يا جبا